موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي منذ عام 2003 عام احتلال العراق لحد الآن خلال هذه العقدين اللي مضت عشرين سنة الكل لمس ظاهرة غريبة وعجيبة لم تكن من أخلاق المجتمع العراقي ولم تكن من صفات العراقيين ولم تكن من شيومهم ولا من تربيتهم ولا من نظرتهم ولا من ثقافتهم ثقافة جديدة ونظرة جديدة ولغة جديدة هي لغة الشتم الشتم والسباب لاحظوا كمية البرامج التي تظهر على فضائيات العراقية كثيرة ربما لا يخلو برنامج حواري من شتائم واتهامات شتائم غريبة عجيبة يعني يعني يقشعر لها البدن ولا تستطيع الإذن أن تهضم استطيع العقل أن يهضم هكذا عراقي ممكن أن يشتم بهذه الطريقة الكل يشتم الكل شتائم غريبة عجيبة وصفه بصفات غريبة عجيبة لماذا؟ يعني هذا الشعم العراقي واحدة من مميزاته وأدبه وإخلاقه وتربيته وثقافته وخجله وحياءه ما الذي جرى؟ يعني ماشي جانا احتلال لكن هؤلاء يغيرون الثقافة يغيرون ثقافة الإنسان وغريته غريبة عجيبة لذلك حتى نظرتهم من يطلع هذه العامر يقول أن الديمقراطية إحنا مو واحد يسب الله وكذا ويشتمون وكل شيء ما نسوي لهم وكذا أعتقد أن الديمقراطية هي واحد يسب الله شتائم متبادلة هي هذه الديمقراطية غريب عجيب هذا يعني ربما اللي خلاني أتحدث فيه هذا الموضوع يعني خلال ما يسمى بالانتخابات مجالس البلدية مجالس المحافظات التي انتهت قبل فترة في الحملة الانتخابية كان كثير من هذه السباب والشتائم بين المشاركين لكن بعدها انتهت هذه الانتخابات وعلنت النتائج يعني زادت هذه الشتائم والسباب بين الخاسرين وربما الفائزين وآخرهم واحد النماذج يعني واحد مش تكي على مسؤول يعني يعني ربما مسؤول تحالف معين هو مسؤول تحالف معين يتكلم عن ناس الذين انسحبوا من تحالفه فيصفهم بالخرفان والرخيصين الله هو اكبر اذا كانوا خرفان ورخيصين مثل ما تراهم وهذه يفترض يعني عندك رؤية ثاقبة ورؤية فاحصة من البداية وإلا شو نترشحهم لمجالس المحافظات سيتعلون شؤون الناس ومسؤولية ومهمة كبيرة وهذا تحالفك سيتحمل المسؤولية إذن انت مجيكم هؤلاء انت على ثقة كاملة انهم يتمتعون بخلق وعقلية راجحة ورؤية وهم يعني غالين في نفسيتهم وعقليتهم وثباتهم مو رخيصين ولا خرفان ولا فكيف تصفهم بالخرفان والرخيصين بعد ان انسحبوا إذن هؤلاء من البداية انت تراهم خرفان وتراهم رخيصين وعندما انسحبوا اعلنت هذا هذا جزء من هذا السباب هم رافعين علي قضية وكذا بالمحاكم لا تهمني اين تتصل لانه بالتالي يعني بوس راس خالك بوس راس عمك ما اعرف شنو ادفع ميتالف دينار كلام لا يعنينا لكن اللي يعنينا هو هذا السباب والشتم لماذا يتخلى العراقي يعني عن أخلاقه عن طيبته عن موته عن أدبه عن حصافته عن كل شيء جميل به كل الجمال يتركز في العراقي وربما يعني هذا الكلام قلته عشرات الآلاف من المرات هذا أنا لا انه فيه من من أي شعب آخر لكن يعني هذه صفات العراقيين وذولها هنه هذا واقع العالم العراقي مميز ووحدة من مميزاته أو من مميزاته هي أخلاقه وأدبه وحياءه واحترامه للآخرين ما لا علاقة ديمقراطية ولا لا علاقة ولا أبدا وشكل النظام ما لا علاقة به هو العراقي مجمول على الأخلاق على الطيبة على الاحترام الصغير يحترم الكبير وهكذا هات ربي هكذا المجتمع هكذا العراق في كل مكانه من البصرة إلى أعلى الشمال ومن من الغرب إلى الشرق من كل مكان كل مدنة في الجنوب هكذا كل مدنة في الوسط في الغربية في الشرقية في الشمال حتى والأكراد المدن اللي بيها أخوانا الأكراد كلها جبلت على هذا جبلت على الأخلاق والمودة والاعترام ما الذي جرى يعني لماذا ثقافة العراقيين تداس بالأقدام بهذه الطريقة وأحدهم يجتم الآخر طلعوا من 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 تحالفك خسرت تحالفك خلاص خلاص انت الموضوع انت اختاريتهم وهم اختاروا أن يخرجون خلاص لأي سبب كان تهمهم أنهم خرفان ورخيصين سويهم حيوانات سويهم بلا ثمن وهم ولا قيمة واضطروا يشتكون عليك لماذا هذه اللغة وعلى ماذا تدل هذه اللغة أي مستوى يمكن أن يعني أن تكون عليه القوة التي فازت أردى أقوله أي مستوى تكون عليه القوة التي فازت بالانتخابات ذول اللي رح يشكلوا المجالس المحافظات إذا كان هذا المستوى هو جزء من عندي غريب فهؤلاء اللي رح يكونون مسؤولين عن عن سعاد المواطن وعن تأمين المواطن وعن خدمة المواطن هو هاي نظرتهم هاي ثقافتهم هذا الحديث اللي بينهم هذه الحوارات اللي بينتهم تصل إلى السباب والشتن وهذا طبعا لم نسمعه لكن يعني شكوى ظهرت وموجودة لكن سمعنا كثير من السباب والشتن في في ندوات حوارية في برامج حوارية أحدهم يجتمل آخر هو عراقي مثله ومن بلده يختلف معه بالسياسة يختلف معه بالتوجه بالانتماء إلى هذه الجهة وتلك الجهة فيشتمه شتيمة غريبة عجيبة ويدعي عليه الدعاة والطرف الآخر أيضا يقوم بنفس والناس تسمع في بيوتها والأطفال والنساء وأطفالنا وناسنا ويتعلمون وهذا منهج غريب عجيب وثقافة غريبة عجيبة مع الأسف الشديد يعني هذا جزء مما حصل في العراق خلال العشرية السنة عندما نتحدث عن الخراب الذي حل بالعراق هذا جزء من الخراب هذا جزء من إذابة الثقافة العراقية المجتمعية الجميلة ثقافة الأدب والأخلاق والود والاحترام كل هذه تمسح الآن ويتعاملون بطريقة خشنة غريبة عجيبة وياريت له خشنة لكن فيها سباب والشتم والنيل من الأب والأم والأخت والعرض والغريبة عجيبة مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة عزيزي المشاهدين قد انتهى ترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة